تقول دائما أن أقرأ القرآن وأهب ثواب لأمواتي هل هذا جائز؟ أم علي بارك الله فيك بالنسبة لي الأموات دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينتفعون بأشياء أولا بالدعاء وهذا أعظم شيء ينتفع به الميت الدعاء أعظم شيء ينتفع به الميت هو أن تقومين بالدعاء له ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا بقي من بري والدي؟ مات قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم الثاني الاستغفار لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم هذا مما ينتفع به الميت الثالث الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يذكر بها خديجة ويوزع لحمها على لحم الذبيحة على صديقات وصويحبات خديجة وكذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله وسلم سأله بأن أمه توفيت فقال تصدق عنها بالماء يعني ضع ماء سبيل هذا مما ينتفع به الميت بارك الله فيك ورضي عنك وين قراءة القرآن؟ ما فيه يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس وقال اقرأوا على الأموات القرآن أو اهدوا ثواب القراءة قراءة القرآن للأموات ما فيه ما قرأ على خديجة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه ما قرأ على بنات اللي ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة ماتت بعد وفاته ما قرأ على عم حمزة ولا على ابن عمه جعفر وما قال للصحابة اقرأوا على موتاكم هذا هو مجد المقتضي لكن النبي سلم ما دل الناس على هذا ولذلك قلت الفاضلة لا ضيعين عمرك بهذا اقرأ القرآن لك أنت وإذا ختمت القرآن ودعوت الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي أمواتي اللهم اغفر لي فلان اغفر لي فلان بارك الله فيك في قول لبعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للموتة موجود وعليه أئمة وعلمة لكن الأقوال هذه لا يحتج بها وإنما يحتج لها ما في دليل الدليل أن النبي سلم ما فعل هذا ما فعل هذا النبي سلم ولا فعلها الصحابة الكرام لا سيما الخلف الأربعة الأئمة أبو بكر وعمر وعثم ما كانوا يدلون الناس على هذا الصلاة الدعاء لهما الاستغفار لهما أيضا الصدق عنهما عن الأموات يعني قصد الوالدين أو عن الأموات عموما بارك الله فيك